إلى العيون حيث أعلنت ولاية جهة العيون بوشدورة الساقية الحمراء عن إصابة خمسة عناصر من قوات حفظ النظام أمس بجروح نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية في أعمال شغب وعنف قامت بها بعض العناصر للتشويش على زيارة كريستوفر روس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لكل من مدينتي العيون واسمرة وقد نفت الولاية بشكل قاطع في بلاغ لها أن تكون قوات الأمن قد قامت بمدهمة بعض المنازل خلافا لما روجه بعض الأشخاص ذو النوايا سيئة من إشاعات مغردة مؤكدة أن أي تدخل للقوات العمومية خارج القوانين ستتم معاقبته بكل صرمع